اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقى فقط الدراسة على مستوى مديرية التعمير للولاية ثم الموافقة عليها من طرف وزارة السكن الانطلاق بها في حدود الشهر برنامج عدل ولاية ميلا منطلق كليا ولا توجد به مشاكل الاستلام سيكون في 5 جولي 2023 يمس المواقع التالية 350 مسكن فرجيوة الاشغال متقدمة جدا النوعية ممتازة 100 مسكن بزغاية 200 سكن من حصة 400 مسكن بفرجيوة 250 مسكن قرار قوقع ملاحظة ألف مبروك لكل من يستلم في عيد الاستقلال هذه السكنات فالعقبة إن شاء الله للآخرين لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار السكنات في كل ولايات وفي كل السياق وموعد استلامها بإذن الله تعالى أشرف ليوم السبت 6 ماي 2023 والي ولاية جلمة على مراصيم حفل 200 وحدة سكنية سيغة البيع بالإيجار وحضر السيد المدير الجهوي لوكالة عدل عنابة مراصيم الحفل ممثلا عن السيد المدير العام مراصيم تليم أقيمت أيضا بذات الموقع السكني وسط فرحة المكتتبين تمجيدا لذكرى أحداث 8 ماي 1945 واحتفالا باستلام السكنات حيث ثمن المستفادين جهود السيد وزير السكن الذي كانت له زيارة متابعة لهذا المشروع وجهود السيد المدير العام الذي كان يتابع أشغال هذا الموقع عن كثب فألف مبروك للمستفادين والعاقبة إن شاء الله للآخرين بإذن الله تعالى لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار السكنات مختلف أصيا في كل ولايات الوطن هذا دعما لنا لمواصلة إفادتكم بكل الأخبار وبكل جديد مشاريع السكنية ومواعيد تسليمها هذا فضلا وليس أمرا تابعا لسلسلة الخارجات الميدانية التي يقوم بها سيد مدير السكن لولاية سكيكتا لمختلف المشاريع السكنية عبر إقليم الولاية قام أمسية اليوم الاثنين واحد ماي الفين وثلاثة وعشرين بزيارة ميدانية شملت بعض المشاريع السكن تلقوية المدعم بمنطقة ميسيون ببلدية سكيكدا المشاريع محل زيارة فقدية مشروع ميتين سكن تلقوي مدعم المسند لمؤسسة الترقية العقارية سباس بير هذا المشروع الذي يعرف تذبذب في سيرورة أشغال إنجاز دامت لمدة طويلة وبعد المعينة الدقيقة للأشغال المنجزة وكخطوة أولى تقرر عقد اجتماع تنسيق بحضور جميع المتدخلين سيتم من خلاله مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لبعث المشروع بالوتيرة المرجوة في أقرب الأجال مشروع ميتين وثمانين سكن تلقوي مدعم المسند لمؤسسة الترقية العقارية زيدي عمار السيد مدير السكن أبدأ امتعاضه من طبيعة ونوعية الأشغال منجزة من قبل المراقلة سيما أشغال التهيئة الخارجية حيث تم تجيل وجود عدة نقاط سوداء من شأنها تشكيل خطر على سلامة الأشخاص وفي ذات الصدد سيتم حث المرق العقاري على ضرورة إزالة هذه النقاط السوداء ومعالجة مختلف المنحدرات والفتحات الموجودة بصورة مستعجلة كما سيتم عقد اجتماع تنسيقي بحضور المرق العقاري ومختلف المصالح الإدارات المعنية سيتم من خلاله مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها لإتمام جميع الأشغال المتبقية لا سيما أشغال تاهي الخارجية والربط بمختلف شبكات لا سيما الربط بشبكة الصرف الصحي بالنسبة للعمارات من الجهة السفلية تجدر الإشارة بأن الزيارة شملت كذلك مشروع خمسين مئة مسكن تلقى ومدعم المسند للمرق العقاري خوالد عادل ومشروع مئة مسكن تلقوي مدعم المسند للمرق العقاري بوليبير حميد وقفا السيد المدير من خلاله عن الأشغال المنجزة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص كل مشروع لا تنسوا الاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد عن أخبار المشاريع السكنية مختلف السياق وفي كل ولايات الوطن وكذلك موعد توزيعها وكل ما يشغل مطالب السكن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة